فصحيح ده فيه ناس بتكذب كتبة وبتصدقها بتعمل عليها حلقات وضيوف وحلقات ومرتبات وشغل كبير جدا حاجة كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله لكن في النهاية يسعدنا الحقيقة يعني ما بيزعلناش يسعدنا جدا اللي بيحصل ده لانه اه اي حد اي حد عايز يشتهر يتكلم عن نادي الاهلي سواء بالسلبة او بالاجاب طبعا تعرفين مين اللي بيتكلم بالسلبة ومين اللي بيتكلم بالاجابة فاي حد عايز يشتهر لازم يدخل اسم النادي الاهلي في اي حاجة في اي جملة اي جملة يعني ازايك خلينا اتكلم على اسماء زميلنا مثلا على اعتبار ان هم كذا فزميلنا ازاك سميرة عكاشة يقولك اصل الاهلي قال لي ان كذا كذا اصل سميرة عكاشة ده كذا طب وإن اللي دخل الاهلي في سمير مثلا يعني اي حاجة يجيب لك اسم النادي الاهلي عشان يدخلها في موضوع علشان الناس تبتلي تقعد تتفرج وناس تبتلي تقعد تعمل هو ده هو ده اللي احنا عارفينه مش اليومين دول بالمناسبة طول عمرنا طول عمر النادي الاهلي وهو كده الاكثر تداولنا الاكثر الناس كلها عايزة تعرف الاخبار بتاعت النادي الاهلي كانوا دايما يعلمونا لما تيجي تقرأ كتاب عن وتسأل اساد زيتنا الكبار يقولك ايه يقولك في الاعلام لما تيجي تقدم برنامج هات اخبار الاهلي الاول طب ليه انا عدت الحقيقة الموضوع ده عدت شغلني كتير ليه اخبار الاهلي الاول لان الناس هتقعد تتفرج عليك لما تسمع اخبار الاهلي حتى في دي مش انا اللي بقول مش انا اساد زيت كبار في الاعلام حتى في الصحف المصرية حتى في الصحف المصرية اتكلم عن المساحة الاجبر او المكان الابرز المساحة الاجبر دائما لنادي الاهلي لانه الاكثر جماهيرية زي ما كان فيه استطلاع للرأي من حوالي شهر وتكلمت مع حضراتكو عليه 72% من الجمهور المصري بيشجع النادي الاهلي فعشان كده النادي الاهلي اسمه بيبيع اسمه بيع الناس بتجري عليه فكل حاجة تمجب دخلك ايه اسم النادي الاهلي في موضوع لازم تدخل اسم النادي الاهلي عشان اعرف اتكلم واعرف ابيع واعرف اشتري واعرف على اليوتيوب وقال مش عارف ايه والكلام اللي حضراتكو عارفينه ده